اشتركوا في القناة منخفض جوي يؤثر على الامارات ويتسبب في حالة من عدم الاستقرار الجوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكما تشاهدون الآن تشهد الامارات تقاصر الصحب الرقامية الرعدية على العديد من المناطق بما فيها امارة الشارقة مصحوبة بانطار متفاوتة الشدة غزيرة احيانا مصحوبة بتساقط زخات كثيرة من البرد مع حدوث عواصف رعدية ومن المتوقع استمرار هذه الحالة من عدم الاستقرار الى الاسبوع المقبل وتشكل العديد من الصحب الرقامية مع نشاط ريح سرعتها من 10 الى 20 وتصل الى 30 كيلو متر في الساعة حيث شهدت مناطق الامارات اليوم انطار غزيرة تسببت في سيول هادرة اغلقت بعض الطرقات وكان هناك تساقط البرد بأحجان كبيرة هذا الذي تمر السيارات